هذا وتصديف العاصمة الهندية نيو ديلهي قمة مجموعة العشرين تحت شعار أرض واحدة أسرة واحدة ومستقبل واحد وتتناول قمة مجموعة العشرين قضايا اقتصادية دولية من بينها أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغدائي المزيد مع زميلة شروع عمد تحت شعار أرض واحدة أسرة واحدة مستقبل واحد تصديف العاصمة الهندية نيو ديلهي قمة مجموعة العشرين يومي التاسع والعشر من سبتمبر قمة تتناول قضايا اقتصادية دولية من بينها أمن الطاقة والأسمدة والإمداد الغدائي إذن ما هي مجموعة العشرين وكيف تعمل هذا ما سوف نستعرضه مع حضراتكم مجموعة العشرين هي منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظ البنوك المركزية من تسع عشرة دولة وأيضا للتحاد الأوروبي وهي تؤدي دورا هاما في مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بعد الأزمة المالية الأسيوية كمنتدى الوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية ثم تمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات بأعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007 وفي عام 2009 أعلن قادة المجموعة أنها ستحل محل مجموعة الثماني باعتبارها منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي تضم مجموعة العشرين التسع عشرة دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين واليابان وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وجمهورية كوريا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي يمثل أعضاؤها حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وحوالي ثلثي سكان العالم ركزت مجموعة العشرين في البداية إلى حد كبير على قضايا الاقتصاد الكلي الواسعة لكنها وسعت جدول أعمالها ليشمل التجارة وتغير المناخ والتنمية المصدامة والصحة والزراعة والطاقة والبيئة ومكافحة الفساد تتكون مجموعة العشرين من مسارين متوازيين مصار التمويل ومصار شربة حيث يقود وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية مصار المالية بينما يقود مصار شربة المبعوثون الدبلوماسيون الذين يمثلون حكوماتهم في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل نعقد القمة وضمن المسارين هناك مجموعات عمل ذات توجه موضعي يشارك فيها ممثلون من الوزارات ذات الصلة للأعضاء وكذلك من الدول المدعوة ومختلف المنظمات الدولية تقود الدولة التي تترأس مجموعة العشرين جدول الأعمال لمدة عام كما تستضيف المجموعة كل عام إسبانيا رئيس الأسيان دولتين إفريقيتين هما رئيس الاتحاد الإفريقي وممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نيباد ودولة أو أكثر من دولة مدعوة من قبل الرئاسة وعادة ما تكون من منطقتها وسط أجواء صعبة يعيشها العالم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تنعقد الأمال والطموحات على قمة العشرين لعل نتائجها تساعد الشعوب على تخطي التداعيات السلبية لهذه العملية والأزمات الاقتصادية العالمية ترجمة نانسي قنقر